أعزائي منواصل دراستنا من مدينة أفسوس عن دم المسيح شفنا كل البركات اللي دم يسوع المسيح بيعملها في الإصحاح الأول الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا فالفداء هو عملية إنقاذ عملية شراء فك تحرير استرداد استعادي طبعا كل هذه الأمور اللي ذكرتها بدفع الثمن فعملية الفداء هو شراء بدفع الثمن وهذا حتى يكون في طردية وإزالة الأحقاد أيضا لكن الفداء في الكتاب المقدس هو طبعا شراء بدفع دين الخطيئة هو الفداء من عبودية الخطيئة من سيطرتها من تأثيرها من شراستها من ضراوتها أيضا وهي أيضا شراء وفك من سلطان وسيادة إبليس الكتاب يتكلم عن الفداء الكامل متوقعين فداء أو متوقعين التبني فداء أجسادنا فإذن موضوع الفداء موضوع مهم جدا اللي بيقود للغفران واللي بيقود أيضا لعمل كتير كتير مهم الرسول لما كتب إلى أهل غلاطية قال ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني فالغرض من هذا الفداء ليس فقط التحرير الإمبراطورية الرومانية كانت طبعا معظمها عبيد أكثر من ستين مليون عبد في الإمبراطورية الرومانية ومثل ما إحنا موجودين في السوق العام السوق التجاري كان فيه أسواق لبيع العبيد فأحيانا كان شخص بيشتري العبد وإذا كان شخص صالح كان يفك وكان يحرر هذا العبد لكن في كلمة الله بيتكلم عن شيء أعمق فالمسيح جاء ليحررنا وليس فقط لنحصل على الحرية من عبودية الشيطان ومن عبودية الخطيئة ومن العالم والجسد لكن حتى نصرخ يا أبا الآب نكون أولاد بالتبني يعني يكون إلنا الشرعية الكاملة وكل الحقوق والامتيازات الإبن اللي من نالها من خلال إيماننا بيسوع المسيح منها نصبح أولاد إبراهيم بالتبني وننال أيضا الميراث الميراث طبعا لما شخص بيموت بيورث فبموت المسيح تورثنا هذه البركة وبقيامته اتفعلت هذه البركة في حياتنا فأصبحنا ليس فقط أحرار من العبودية ولكن نستطيع أن نقول نحن أولاد الرب بنات الرب وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر